بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن يتبع هداه ثم أما بعد لقاء جديد مع حديث مبارك وقصة مفيدة هذه القصة يمكن أن نسميها مورد حكم التيمم فمورد الحديث كسبب النزول فسبب النزول هو السياق الذي فيه نزلت هذه الآية أو الظرف الذي من أجله نزلت هذه الآية أو المناسبة التي فيها نزلت هذه الآية كذلك مورد الحديث أي سياق الذي سيق فيه هذا الحديث أو المناسبة التي من أجلها كان ذلك الحديث وأحياناً معرفة مورد الحديث يكون مفيداً في فهم الحديث والوقوف على دلالاته فالحديث إذا قطع عن مورده ربما يتعذر فهمه مثلاً بعض الناس أخبر بقول النبي عليه الصلاة والسلام أكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكباً ما دامه منتعله هذا الحديث إذا قطع عن مورده أي عن السياق الذي سيق فيه ربما يفهم منه مشروعية تكثير النعال إذن من كان له حذاء واحد فقد وقع في المخالفة الشرعية إذن يفهم من ذلك الحديث أن يكون له أكثر من حذاء حذاء آن أو ثلاثة أو أربعة أو نحو من ذلك لكن إذا رجعنا إلى مورد الحديث أي السياق الذي كان فيه ذلك الحديث نفهم الجملة على حقيقتها فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج في سفر وخرج الصحابة وكان الظهر قليلاً وكان الرهط يتعاورون أي يركبوا بعضهم على البعير والبعض الآخر يمشي على رجله يمشون في الصحراء فربما تقطعت نعالهم وبدت أرجلهم فتجرحت وتقيحت فلذلك قال أكثر من النعال أكثر من النعال أي في هذه المناسبات لماذا؟ لأن الرجل إذا أكثر من نعله فإنه يكون كالراكب لا تمس رجله السوء ولذلك نحن في هذا اليوم بإذن الله تعالى في قصة تبين سياق حكم التيمم فالتيمم يكون عند فقد الماء التيمم يكون عند فقد الماء والتيمم طهارة طهارة عرفية فإذا فقد الماء لم تستطع أن تتوضى ولم تستطع أن تغتسل ولكن الوضوء شرط في صحة الصلاة الوضوء شرط في صحة الصلاة قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجهكم وأيديكم الآية وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بوضوء لا صلاة إلا بوضوء فإذا فقد المسلم الماء الذي به يتوضى أو كان جنوبا ففقد الماء الذي به يغتسل ماذا يصنعه؟ هل يترك الصلاة؟ لا ينبغي أن يترك الصلاة لأن الصلاة شعيرة من شعير الإسلام الظاهرة وركن من أركان الإسلام وأمر ربنا سبحانه وتعالى أن نجعل عدة قراء دلة على الإيمان فأمر ربنا عز وجل بقتال أئمة الكفر ثم قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسل جيشاً أمره أن يمسك فإذا سمع أذاناً فليمسك وإن لم يسمع فليهجم إذن الصلاة من شعير الإسلام من شعير الإسلام وفي الحديث الضعيف إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإذا فقد المسلم الماء ماذا يصنع؟ عليه أن يتيمم عليه أن يتيمم والتيمم ضربة واحدة في الأرض التيمم هكذا ضربة واحدة في الأرض ضربة واحدة في الأرض ثم تنفخ كفيك ثم تمسح وجهك وكفيك هذا هو التيمم هذا هو التيمم أما التيمم ضربة ضربة للوجه وضربة ثانية ليدها كذا فهذا لم يصح به الخبر فما هي المناسبة التي من أجلها شرع التيمم وكيف شرع التيمم ومتى شرع التيمم هذا كله كان في سياق قصة سنعلمها اليوم إن شاء الله أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعرفنا الخير وأن يمسكنا به عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس وأقام الناس معه وليسوا على ما وليس معهم ما فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ما وليس معهم ما فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على ثخذي قد نام فقال حبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء قالت فعتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجهل يطعن بيده في خاصرة فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمم فقال أسيد ابن الحضير وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر فقال تعيشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقدة تحته هذا الحديث متفق عليه أخرجه الإمام البخاري كما أخرجه الإمام مسلم القراءة الثانية لهذه القصة عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم عبد الله الصديقة بنت صديق الطاهرة البتول والطعن فيها زندقة وحبها إسلام وطهر رضي الله تعالى عنها ورضي الله عن كل من ترضى عنها عن عيشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرع بين أزواجه إذا خرج إلى سفر عدد النبي عليه الصلاة والسلام عدد النبي عليه الصلاة والسلام فكان لا يأخذهم جميعا في أسفاره فإذا أراد سفرا أو خرج غزاة أقرع بينهن ثم يأخذ واحدة منهن كانت القرعة على عيشة فخرجت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش البيداء أي الصحراء أي الصحراء وذات الجيش أي المكان الذي يقيم فيه الجيش انقطع عقد لي وكلمة البيداء في الأصل معناها الأرض الفسيحة الخالية الأرض الفسيحة الخالية مترمية الأطراف ومنها قول الشاعر كالعيس في البيداء يقتلها الضمأ والماء فوق ظهورها محمول فكل من تحمل علما فلم يعمل به فشأنه كشأن هذه الإبل التي تحمل الماء في الصحراء يكاد العطش أن يقتلها ولا تستطيع أن تستفيد بما على ظهرها بشيء تقول انقطع عقد لي والعقد والذي يوضع في عنق المرأة فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس وأقام الناس معه أي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يبحث عن ذلك العقد يبحث عنه في الصحراء هنا وهناك والناس معه يبحثون عن عقد عيشه سبحان الله فالرسول عليه الصلاة والسلام يضرب لنا مثلا ويبين لنا قدوة أن الرجل لابد أن يحرص على منافع زوجته وأن يشعر زوجته بالاهتمام إنهم على سفر وهو قائد الجيش كان من الممكن أن يقول عيشه لا تبالي سآتي لك بعقد غيره ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بعقد عيشه والجيش كله يمكث مكانه ويجتهد الناس في البحث عن عقد عيشه وليسوا على ماء ليس هناك ماء يقفون عليه ومعلوم أن الجيش به خيل وبه دواب إبل وبه رواحل والناس تحتاج إلى الماء للشرب وهم ليسوا على ماء فإذا ما قل الماء ربما وقعوا في مجاعة أو وقعوا في شدة ومع ذلك يظهر النبي عليه الصلاة والسلام اهتمامه بعقد عيشه فيبحث والناس معه وليسوا على ماء وليس ماء عندئذ أتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى أي أبا بكر إلى ما صنعت عيشه أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس ماء أن يتأخر الجيش ويتعطل وليسوا على ماء وليس ماء فجاء أبو بكر جاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على ثخذ عائشة قد نام فقال أبو بكر لابنته عائشة حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس والناس حبستيهم أي منعتيهم من المسير لتضييع كذلك العقد وليسوا على ماء وليس معهم ماء رماما أصابتهم مجاعة أو أصابهم عطش قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول أي قالها كلاما كثيرا غليظا وجعل يطعن بيده في خاصرة أي في جنبها فلا يمنعني من التحرك لا تتحرك لا تريد أن تتحرك من شدة مع الرغم أن تتألم ولكن لا تتحرك لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نائما على ثخذها فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ماء أنزل الله آية التيمم ويقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه نزلت هذه الآية وفيها التيمم ومشروعية التيمم فكان ذلك خيرا على المسلمين فلم ينفذ ذلك الماء وعندئذ قالوا سيد ابن خضير وأحد النقاباء أحد نقاباء الأنصار الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة وكان من سادات الأنصار وشبابهم قال ما هي بأول بركتكم يا آل أي آل أبي بكر ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر فآل أبي بكر أبو بكر وأولاد بركتهم كثيرة فهم الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذين أعدوا رحلة الهجرة له ومن الذين صحبت أنفاسهم نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم الصديق الأكبر خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم الصديقة الصديقة بنت الصديق زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عيشة ومنهم أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع فقال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر فقال تعيشة فابعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أمة الإسلام وأن يتقبل منها الصيام والقيام وصل اللهم على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته